جمهور الزورة تعرف يمكن أكبر قاعدة جماهرية موجودة بالعراق كلها وبالعرب خليني أحشي هيك حسنا ما نقوله بآسيا كلها بس أيضا نتباهى أنه حتى في آسيا نحن أكبر قاعدة جماهرية دائما ما يعني يسعى لنكون الفريق بالصدارة يعني ما يقبل يكون ثاني ونهائيا وطبعا يعني الحب لهذا مرات يوصلك إلى مديات أنه مطالباتك تكون مطالبات كبيرة جدا نحن تعرف إمكانياتنا من سلم السيد الوزير وزير النقل لحد هذه اللحظة يعني طلبات يعني كبيرة ولكن تلبياتها تلبيات خجولة أعتقد نادي الزورة بإمكانياتها اللي موجودة المالية ما يقدر يتعاقد تعاقدات كبيرة مثل ما يتعاقدها بالشرطة ويتعاقدها بالجوية ويتعاقدها بالنفط نحن تعرف أكبر نادي جماهيري بس أنا أعتقد أفقر نادي جماهيري من ناحية الإمكانيات المادية كبير في كل شيء بجمهوره بلاعبي بإدارته بكل حالاته الثانية بس فقير جدا بإمكانيات المالية وأعتقد دائما ما ننظر إلى الجانب المالي في هذا الموضوع هو الجانب الأهم تعرف إحنا مقبلين على بطولة أسيوية احنا تعاقدنا مع يعني لاعبين أيضا محترفين وصلونا اثنين وكملة كل إجراءاتهم اللي موجودة وعدنا لاعب ثالث اللي هو حسيني جويذ ما يسمح النبي القانون هم أربعة يعني واحد يبقى على المدرجات وثلاثة ممكن أن يكون بأرض الملعب احنا تعاقدنا مع ثلاثة موجودين وأعتقد يعني إن شاء الله فريقنا هو مو فريق يعني بكفاءة فنية ناقصة أعتقد فريق أيضا جيد يحتاج إلى توظيف جديد ممكن أن يكون مرحلة جاية إن شاء الله نتمنى أن يكون أفضل على مستوى بطولة آسيا وعلى مستوى الدوري والكأس إن شاء الله بيننا وبين ميناء فرق شاسع جدا الميناء ميزانية مستقرة ومخصصة وثابتة إحنا منذ تسلمنا للهيال إدارية بالألفين وعشر بدأنا نكتب أنه ميزانية كل سنة طبعا بالألفين وعشر وداعش واثنعاش إلى حد الثمنتعاش بالألفين وعشر كتبنا يلا صارت القضية أن موافقة وطبعا بموافقة إخوان موجودين ومساعدتهم في وزارة المالية يلا قدرنا أن نوفر هذه الميزانية طبعا ولحد هذه اللحظة لم تقرأنا طبعا ما أعرف هسا هم سوينها بنظم الموازنة العامة مع النقل بس لحد هذه اللحظة الإخوان مدى يعترفون بها أو مدى يقولون مجاينة في إشعار رسمي أن هذه الموازنة لكم أنتوا كنادي زوراء فإحنا أيضا نفكر بخيارات أنه كيفية جلب الأموال تعاقدات مع مستثمرين مع سبونسرية أيضا وأعتقد إن شاء الله موجودة إن شاء الله